معنا من خرطوم رسلة الغد عفراء فتح الرحمن عفراء ما أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لمحمد الفكي نعم أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي قال إن السودان لم يتخذ قرارا بالحرب ضد أثيوبية إنما تم على الأرض هو مجرد تمدد للقوات المسلحة السودانية داخل أراضيها كذلك تحدث أن الجولات الماكوكية التي يقوم بها السودان للدول الشقيقة والدول الصديقة ودول الإقليم إنما هي للتبصير بالموقف السوداني وطالب أثيوبية بالانسحاب من النقطتين المتبقيتين من الأراضي السودانية وقال لو أردنا أن نسترد هذه الأراضي لفعلنا ذلك مساء اليوم ولكننا نحاول أن لا نصعد الموقف مع أثيوبية إبقاء على العلاقات الأزلية والقديمة ما بين الدولتين الشقيقتين كذلك تحدث أن هذا القرار قرار تمدد القوات المسلحة السودانية داخل حدودها هو ليس قرارا عسكريا محضا وإنما هو قرار لجنة الأمن والدفاع وهي بأغلبية مدنية كذلك تحدث أن الأطلس المدرسي الذي يدرس للطلبة والتلاميذ الأثيوبيين داخل المدارس يدل على أن هذه الأراضي أراضي سودانية بامتياز أيضا تحدث في نقاط متفرقة ومختلفة من أبرزها قال إن السودان حتى الآن يحاول ضبط النفس وكذلك انتقد حديث السفير الأثيوبي داخل السودان والسفير الأثيوبي في الإمارات وقال إن حديثهما يجافي تماما الدبلوماسية الأثيوبية المعلومة والعريقة وقال نحن نحاول حتى الآن ضبط النفس بأكبر قدر ممكن وأشار في إشارة خاطفة أن جميع القوات المسلحة السودانية ومعلوم أن القوات المسلحة تتكون من عدة مكونات مختلفة من أبرزها ومن أعرقها الجيش السوداني وكذلك قوات الدعم السريع قال إن جميع هذه القوات هي مستعدة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة السودانية وتحدث أيضا في إشارة خاطفة أن وزارة الخارجية السودانية ستتخذ إجراءات محدودة في إشارة إلى ما قام به السفير الأثيوبي من داخل السودان بمطالبة القوات المسلحة السودانية بالانسحاب نعم تفضل عفران هي طبيعة المنطقتين التي توغل فيهم الجيش الأثيوبي الجيش الأثيوبي لم يتوغل فيهما حديثا وإنما الجيش الأثيوبي كان يسيطر على كل هذه المناطق المحررة قريبا وتبقت هاتين المنطقتين وقال في إطار عدم التصعيد مع أثيوبيا نحن ندعوها لرد الأراضي السودانية ولكننا في ذات الوقت أمن على قدرة السودان العسكرية في استرداد هذه الأراضي واستدل بأن جميع الخرط والوثائق والأطلس المدرسية الأثيوبي يدل على أن هذه الأراضي أراضي سودانية عفراء فتح الرحمن ورسلة الغد في الخرطوم شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة